السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم استحلب هنعمله بقى البودرة بتاعته عملنا في الفيديو اللي فات الهوت شوكلت وكان طالح حلوة قوي النهاردة ان شاء الله هنعمل استحلب مشروبات كده شتوية عشان تدفينا كده وتدفي الولاد حلوة قوي للولاد وهم قاعدين كده بيذكروا تعملو لهم اي كوبية من المشروبات السخنة دي بتبقى حلوة قوي كده تدفيهم وفي نفس الوقت كمان تغزيهم هنعملو في البيت هنعملو بطريقة حلوة قوي مكونات بتاعته سهلة وبسيطة ومشاء الله الكمية هتطلع كمية زي ما انتم شايفين حلو قوي يعني انا مالية البرطمان ومالية العلبة دي من مكونات بسيطة انا هعملها معاكم نجربوه ان شاء الله هيجبكو قوي احلى كتير من اللي احنا بنشتري من برة وكفاية كده انك بتعمل الحاجة وانت عارفة انت عاملها ازاي وضيفة ايه اه غير طبعا احنا بنشتريهم واحنا مش عارفين هو عبارة عن ايه بالزبط وهعمل كده معاكم كمان موجة كده عشان تشوفوا الجمال والقوام بتاعه ما شاء الله حلو جدا بتمنى بس ان انتم تكملوا الفيديو معايا الاخر ولو عجبكو طبعا الفيديو بتاعي وتنسيش اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو ويوصلوا طبعا لاكبر عدد من الناس وطبعا كده لو اول مرة تعدي على القناة بتاعتي او شفتيني بالصدفة بتمنى ان انتي تشترك تشترك في قناتي وتفعل الجراز عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله هنبدأ على طول مع بعض كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم دي اول حاجة معايا نص كباية من النشا انا هعمل السحلة بتاعي النهاردة هعمله بالنشا مش هعمله بدقيق الرز هو اللي كان متوفر عندي فانا استخدمت نص كباية من النشا لو عندك دقيق الرز استخدمي آآ دقيق الرز بدل النشا براحتك زي ما انتي عايزة هنا انا ضفت كمان نص كباية من السكر البودر والسكر انا طحنا في البيت يعني كان سكر عادي انا طحنته في البيت وكمان ضفت آآ مية وخمسين جرام تقريبا من اللبن البودر يعني نص كباية وضفت الكباية التانية اللي هي الربع دي ضفت نصة هنا كمان ضفت نص كباية من جز الهند وتلات كده معالق من السمسم السمسم انا مصاب كده شوية قبل ما اضيفه. ضفت تقريبا تلات معالة. نص كباية الجوز الهند تقدر تستغني عنها لو مش متوفرة عندك. وتستبدليها باسنس جوز هند. بيجي من عند الاعطار بس هاتيه اللي هو البودر ما تجيبهش اللي هو السائل. بيبقى عامل كده زي الفانيليا كده آآ بتحطيه بيبقى ريحة ريح الجوز الهند. هنا كمان انا ضفت ربع كباية من الكريم شانتية الخام. طبعا اي كريم شانتية خام موجودة عندك. آآ مش لازم مركة معينة. كله يعني هيقد نفس نفس الغلط. ولو مش موجودة عندك او مش متوفر خالص كريم شانتية ممكن تعمليه من غير الكريم شانتية. برضو هيبقى حلو ما فيش مشكلة. دي كلها حاجات كده بتعزز طبعا الطعم. وبتدي كده طعم حلو وقيمة حلوة آآ للمشروب بتاعك. ضفت هنا كمان حوالي ربع كده كباية من الزبيب آآ هو يفضل ان انت ما تضفيش مكسرات للبودر. وتحط المكسرات كده وانت بتعملي يعني الكباية على طول لا تشربيها تحط فيها المكسرات. لان المكسرات لو حطتيها في البودر بتاع السحلب المكسرات بتطرى ما بتبقاش حلوة. فيها يفضل ان انت تحطيها كده في رش كده وانت بتعمليها على طول. انا ضفت بس الزبيب لان الزبيب طبعا مش هيتأثر آآ لما تحط في البودر مش هيتأثر زي السوداني او البندق او اي حاجة تانية هتحطيها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين عملت كمية حلوة قوي عبيت هنا في العلبة ديت طبعا العلبة او البرتمان اللي هتحط فيه بيكون مخصول ومتعكم وبيكون ناشف كويس جدا علشان ما يبقاش في اي مية تبوز البودر بتاعك. ما شاء الله مليت العلبة وكمان مليت تقريبا البرتمان ده البرتمان ده كبير ما هو الصغير ما شاء الله يعني كان يعني اتملا بس ناقص من الحبه صغيرين. كمية حلوة قوي وفعلا حرفيا يعني هتكفي معايا تقريبا طول الشدة. جربوا عملوه في البيت صدقوني لو عملتوه في البيت ما عدتش هتشتريه تاني من برة خالص. طعمه احلى وانضف كتير من اللي احنا بنشتريه. معظم الساحلة باللي احنا بنشتريه من برة بيبقى عبارة عن نشا وسكر وشوية سمسم متقلبين فيها. وطبعا ريحة الجوز الهند اللي هم بيحطوها اللي هو الاسانس جوز الهند بيحطوها عشان يدي الريحة. وبيبقى هو ده الساحلة باللي احنا بنشتريه من برة. هنا انت ضيفة له اللبن البودر وضيفة له الكريم شانتيه ضيفة المكسرات اللي انت عايزاها. اه حاجة كده انت عاملها بايدك ومشاء الله كمية حلوة قوي. لو اشتريتي اصلا المكونات بتاعته ديت هتيجي تحسبيها هتلاقي اه ان كده انت برضو وفرتي مش ما وفرتيش. وفي نفس الوقت بتشربي حاجة كويسة. اللبن البودر والكريم شانتيه انا بشتريه كده بالوزن بالكيلو. يعني انت تشتري ربع كيلو تمن زي ما انت عايزة. اه ويبقى عندك تستخدمي في اي حاجة. ما شاء الله زي ما انتو شايفين مالية البرتمون ومالية العلبة بالكمية اللي انا عملتها. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض. نوجه كده حلو. انا هنا اه دي ربع كوباة من المياه. انا كنت في الوقت ده غالية اللبن فكان اللبن سخن فمعرفتش هدوب فيه البودر بتاع السحلب على طول. خدت كده حوالي معلقة ونص بس من البودر بتاع السحلب. عشان انا مش عايزة تقيل قوي. انا بحب قوام السحلب يكون مش تقيل. يعني ببقى عايزة خفيف شوية. لو حبا يكون القوام بتاعه تقيل. ضيفي معلقتين مليانين كده من البودر اللي احنا عملناه. انا هنا ضفت بس آآ معلقة ونص على ربع كوباية من المياه او اقل من ربع كوباية كمان. هنا على النار بقى كانت فيها كوباية كده من اللبن. حطتها كده بتغلي وبنزل عليها واحدة واحدة وبقلب. وكده السحلب بتاعك بيبقى جهز معيك. وزي ما قلتلك لو عايزة قوام قتقل من كده زودي شوية. يعني املي معلقتين حلوين كده على المج املي معلقتين حلوين من استحلق. هو كده طبعا لسه سخنة لما بيبرد. الكهون بتاعه طبعا بيتقال عن كده. زيني بقى كده باللي انت عايزة شوية كده من جوز الهند شوية من الزبيب. مكسرات الموجودة عندك كده زيني بيها. ما شاء الله بيبقى جميل. لو وصلت بقى معي لحد هنا من الفيديو طبعا ما تنسوش تدعموني ولما اشتركتش في قناتي بتمنى ان انتم تشتركوا فيها. وما تنسوش اللايك اهم حاجة عشان هو اللي برفع الفيديو بوصله الاكبر عدد من الناس. يلا شوفكم على اخير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.